اختفت في ظروف غمضة وبطلت تنازل فيديوهات على التيك توك وبعدما كانت بتظهر بشكل مستمر مع الجمهور على السوشيال ميديا دلوقتي محدش يعرف عنها حاجة وكأن الأرض انشأت وبلعتها هي ثين هانا بنت شرين عبدالوهاب وهل فعلا حسيم حبيب حبسها في البيت وقفل كل السوشيال ميديا بتاعتها؟ تعالوا نقولك وإيه الحكاية هانا بنت شرين عبدالوهاب كانت في فترة من الفترات من أكتر أبناء الفنانين إثارة للجدل خاصة يعني أن فيديوهات على التيك توك كانت جريئة حبتين وعكس أختها مريم فهي كانت متفاعلة جدا مع الجمهور وبتحاول بشكل مستمر أنها تكون موجودة على السيحة لدرجة أن الناس قالت أنها خلاص دي أكيد شوية وهتشتغل بلوجر أو هتقدم محتوى وحتى في عز أزمات شرين كانت بتظهر وكأن ما فيش أي حاجة خالص ومش بس كده هي كمان شكلها الأقرب عن أختها مريم لمامتها لكن فجأة كل ده فصة ملح وديب هانا اختفت على الأنظار وما بقتش تنزل فيديوهات تماما وفي كل البرامج الإلكترونية حتى أنها بطارت تظهر مع شرين تماما وده خل الجمهور يسأل عليها يا ترى هنا راحت فين وكالعيدة الجمهور نقسم لرأيين وكان الرأي الأول أن حساب حبيب هو المتهم كالعيدة وقاله أنه من ساعة ما رجع لشرين وهو ممشي هنا على عجين مطلق بطوش واخد منع تلفوناتها وقفل كل برامج السوشيال ميديا ومنحها تماما من الظهور علشان خاطر فيديوهات التكتوك اللي كانت بتعملها أما الرأي التاني فكان بدافع عن حسيم وشايف أنه الناس متحملة عليه وبتحاول بأي شكل أنها تعمله شماعة لكل حاجة بتحصل أي حاجة يقوله أنه حابس شرين أو حابس ولادها المهم يعني أنهم يطلعوا الموزي في القصة كلها رغم أنه في وقت سابق الناس قالت أنه البنات أصلا عايشين مع باباهم واللي بشكل مستمر بيتابعهم وبتابع أخبارهم وأنه لو في أي حاجة مستحيل يخلي حسيم هو اللي يتدخل فيها وفي الأول والآخر دي بنت صغيرة ولازم يتعامل رقابة على حياتها رغم أنه شرين حاليا عايش حياتها في هدوء تام من غير أزمات أو مشاكل لكن واضح كده أن الترند وراها وراها وأن حسيم حبيب هيفضل مفتاح كل مرة بتطلع فيها ترند هي وبناتها تفتكروا بقى هل فعلا الكلام ده حقيقي وحصل وأن الموضوع ملهوش أي أساس من الصحة وهي ليه اختفت عن السوشيال ميديا بشكل مفاجئ كده